موسيقى على مدى ثلاثة أيام كان الجمهور على موغاد مع النسخة الرابعة لمهرجان تنجزوم للأفلام الاجتماعية الذي يفسح الفرصة للشباب الهوات للفن السابع بعرض إبداعاتهم في مجال الأفلام القصيرة والوثائقية تنجزوم يحتفل اليوم بالدورة الرابعة في أجواء احتفالية شبابية كيفما تشوفوا مشاركة دي المجموعات الأفلام وثائقية وأفلام قصيرة لكاملة بها تحمل واحد صفة وطبع اجتماعي تشغل على مواضيع اجتماعية وعندنا فقارات متنوعة منها ورشات تكوينية اللي كتكون في الصباح كيستفدمنا مجموعة دي المخرجين الشباب كيستفدمنا أيضا مستفيدين دي الجمعية عندنا كذلك فقارات غنائية اللي كتحييها مجموعة من مواهب وطاقات شابة خاصة من منطقة بيرشيفة وبني ما كده أنا كنعرف واحد المجموعة من الشباب المنظمين دي الميراجان واللي طلبوا مني أنني نشارك معهم بالفيلم وطبعا ما ترددتش بأنني نشارك في ميراجان في مدينة ديالي ومع الجمهور في مدينة ديالي وطبعا في قاعد سينيما اللي هي اللولة اللي تعرض فيها الفيلم ديالي فكن نظن أنه شرف لي أنني نعود نعرض الفيلم هنا ونمثل مدينة ديالي في الميراجان مكتوب زمان إحدى الأفلام التي عردت أمس على الجمهور والذي يؤرخ لفترة جد حساسة في التاريخ المغربي في ذل القمع وغيب حرية التعبير في الفيلم كينادك الرسالة أن الحرية تقدر توصل وعملت هذا السكريبت هذا مع العلم أن في هولندا ما كانوا شي باغين الفكرة أنه يكونوا الناس ما يعرفوش ماشي من العائلة ومخصصهم من الأب الجد وليش عاجة عمرهم من الأسفلم اللي يقازوا من الدول الأخرى اللي دازت تواحد ما عمل جوجد الناس ما يعرفوش بعض يتم شكي جميعهم كتجمع الموسيقى والفن الدبرة الرابعة للمهرجان استطاعت أن تستقطب عددا من الشباب المهتمي بالفن السابع من داخل المغرب وخارجها كما نال برنامج الدورة رضا الجمهور الذي أثث فضاء قاعة السينما